السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر يوني 2020 أهم أخبار ألمانيا وأيضا كلمات ومفردات بالألمانية فلنبدأ على بركة الله وافقت دول الاتحاد الأوروبي على لائحة من 14 دولة يمكن عمل أغلوب فيها دون مشاكل بالتنقل وأيضا الصفار لها والسماح لمواطنها بدخول الاتحاد الأوروبي لكن ضروري أن تكون المعاملة بالمثل وتوافق أيضا هذه الدول التي سوف أخبركم بها توافق أيضا على فتح حدودها بداية من شهر يولي مع دول الاتحاد الأوروبي في لستة يعني الاتحاد الأوروبي عمل لستة توجد فيها هذه الدولة بينها أفريكا أجهرين رواندا إلا تونسيا أسيا جربان الك Verkehr لا característين التالي نيو زيلاند زيد أمريكا أوروغواي لكن إلى هذه الليستة يمكن أيضا ضم ماروكو وشينا فقط يرغبون بضوء أخضر من ماروكو وضوء أخضر من شينا بحيث أن ماروكو وشينا يقولون هذا اليوم بأنهم سوف يسمحون بدخول أيضا وفتح الحدود ودخول مواطني الاتحاد الأوروبي وسوف يدخل ماروكو وشينا إلى اللائحة ويسمح أيضا لمواطني الدول بالتنقل بداية من الأول من شهر يولي اللائحة الرسمية والنهائية سوف تصدر يوم غد التلتاء دينستاغ يعني يوم غد دينستاغ سوف تصدر اللائحة النهائية للدول ويوم غد سوف أخبركم بها بالنسبة لباقي الدول سوف تبقى في لائحة غيز فاغنونج يعني كل الدول العالمية الأخرى سوف تبقى في لائحة غيز فاغنونج وبذلك لا يرغبون بإعادة الحياة والصفر فيها يعني الدول التي ستظل فيها تحضير صفر ستظل لبانون توركاي إيجبتن يوغدانين زوريا إراك غولف ليندا إلى آخره من الدول حتى أوسا سوف تظل في لائحة غيز فاغنونج لكن غيز فاغنونج ليس له علاقة بمنع الصفر غيز فاغنونج هو فقط تحضير من الصفر ستكون بطبيعة الحال طائرات إلى الدول التي توجد في لائحة غيز فاغنونج لكن عندما يأتي بعض الناس إلى ألمانيا إذا سمح بالطيران يمكن أن يوضع الناس في كارنتين أصدقائي الآن سوف نمر إلى موضوع تاني وافق هذا اليوم بوندستاغ وأيضا بوندسغات على طلب الحكومة الألمانية تخفيض ضريبة ماغفيرت شتويا نعرف بأنه ضريبة ماغفيرت شتويا العادية هي 19% والآن تم الموافقة رسميا هذا اليوم يعني أعطي الختم وأعطي الضوء الأخضر من عند بوندستاغ وبوندسغات على تخفيضها من 19% إلى 16% وأيضا ماغفيرت شتويا الخاصة بليبنس ميتل بأن تخفض أيضا من 7% إلى 5% إضافة إلى ذلك وافق بوندستاغ وأيضا بوندسغات على هدية 300 يورو التي سوف يحصل عليها الأطفال خصوصا الأطفال الذين يحصلون على كيندرغيلد وسوف يتم صرفها 150 يورو في شهر زبتمبر و150 يورو في شهر أكتوب أصدقائي بذلك أعلنت مجموعة كبيرة تقريبا كل زوبرماركت في ألمانيا وأيضا مجموعة كبيرة من جيشفت على أنهم أيضا سوف يقومون بتخفيض أتمنتهم بالموازات مع تخفيض ضريبة ماغفيرت شتويا أيضا تم الإعلان اليوم على أنه بانفاغن في ألمانيا سوف يعرف تخفيضا أيضا في التسعير وتخفيضا أيضا في تيكيت لمن يرغب أن يسافر تخفيض ضريبة ماغفيرت شتويا في ألمانيا هو بفخستة بفخستة أصدقائي يعني فقط لمدة ستة أشهر سوف يبدأ التخفيض الرسمي بداية من شهر يولي وسوف يضل إلى شهر ديسمبر بفخستة وفقت بفخستة من شهر يولي إلى شهر ديسمبر آخر خبر أصدقائي خبر وصل للتو لهذه الدقيقة حالة غرق جديدة سجلت في مقاطعة بايرن أب عنده 27 سنة يغرق مع طفلته عندها أربع سنوات في باد زي بحيرة لاستباحة حصل الأمر ببايرن بمنطقة اسمها خيب غاست تابعة إلى لاند كخايز كولمباخ فلم يقولوا جنسيتهم أرجوكم أرجوكم ردوا بلكم عند السباحة يوم أمس نشرت لكم خبر غارق إمرأة هذا اليوم أخبرها هي عندها ميغراتسيون سهينتا غوند ميغراتسيون سهينتا غوند واليوم قالوا بأنها إمرأة من جنسية تركية غارق طفلها يوم أمس وارطمت هي أيضا في النهر من أجل إنقاذ وأيضا غارقت هي الأخرى وهذا اليوم غارق أب مع طفلته أرجوكم أرجوكم أصدقائي ابتعدوا عن الأنهار السباحة في الأنهار بعدوا أطفالكم وأعطوهم توعية كي يبتعدوا لأنه الزين في ألمانيا الماء فيها يسحب وأيضا فلوس في ألمانيا الماء فيها يسحب وأيضا أصدقائي تعلموا السباحة كنتم رجال أو كنتم نساء تعلموا السباحة هناك أيضا كرسات للسباحة للنساء وكرسات للسباحة للرجال يعني فقط للنساء لوحدهم وأيضا علموا أبنائكم وأطفالكم السباحة لأن الواحد إذا تعلم السباحة يمكن على الأقل أن يعرف كيف يتصرف في مثل هذه الحالات فردوا بلكم جزاكم الله خيرا وتعازين الحار إلى كل أسر الضحايا الذين يفقدون حيتهم بالغرق شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء